ليه بقى بيقول لي برضو اكل مشمشية مع ان الحاجات المسكرة دي الواحد لما بيأكلها على الريق بيحس ان هو يعني مش مبسوط مع ان هي مفروض اكلات مهمة بص هي المشمشية بتتميز بوجود فيتامين الف الف وفيتامين الف ده مزدوج الوظيفة اول حاجة مفيد جدا لسلامة الشعر نقص فيتامين الف يستخد الشعر مفيد ليه ليونة البشرة لانه نقص فيتامين الف يعمل جفاف في البشرة وكمان شعرينة بيقع شعرينة بيقع يعني كل الستات اللي هي مشاكلها في الشعر فعلا شعرينة بيقع جدا عشان اكيد ما بناخدش كل الفيتامينات دي ما هو الشعر محتاج ايه محتاج ايه اول حاجة فيتامين الف تمام موجود في الجزر موجود في البسلة موجود في السفانخ موجود في الفلفل اللي اقدر وموجودة في المشمشية زي ما قلنا تمام الشعر محتاج فيتامين به المركب من غيره الشعر بقى دايما شاحب ومريض وبيتقصف وبيقع وبيه المراكب موجود فين؟ فين؟ في الزبادي وفي اللبن الرايب آخر مرة إيمان شربت لبن رايب سنة كم؟ في رمضان إحنا ما بنشربش لبن رايب غير في رمضان بعد الصحورة عشان دبين فول وطعمية وكذا لأ اللبن الرايب ده منجم من فيتامين به المراكب إيه ده حلوة المعلومات دي يا دكتور جدا يعني نشرب لبن رايب كتير كل يوم يبقى فيه لبن رايب سليم آه تمام لازم ناخد كبات لبن رايب حتى لو كبات زغيرة كل يوم لأ استنى بقى عشان نعملها وصفة كاملة اللي عايزة شعراها يبقى حلو ركزي معانا رقم واحد لبن رايب تمام رقم اتنين نمرة اتنين لازم ناخد أرس خميرة كل يوم أرس خميرة أرس خميرة كل يوم يعني ممكن نجيب خميرة دي لها خميرة بيرة بتاعت الصيدلية العلبة دي تمام والخميرة فيها فيه الفرن فيه خميرة ودي أحسن آه لايه بتاعت المغبز اللي هو لكن كمان في نزيله هنا اقراص في السيدليات طيق وممكن نجيب ناخد أرس خميرة كل يوم أرس خميرة آه يبقى لبن رايب تمام أرس خميرة كل يوم سمر الجزر كل يوم جزرايا كل يوم أو واحدة مش مشاية أو واحدة مش مشاية تمام لازم ناخد معلقة عسل اسود كل يوم طيب معلقة عسل اسود هل على الريء ولا عادي في أي وقت ناخدها في أي وقت يعني معلقة عسل اسود كمان مع التولي ناقص الحديد يوقع الشعر ناقص الحديد بيوقع الشعر